أشارت الدراسات اللي صادر حديثاً عن معهد تضامن النساء بأنه هناك زيادة ملحوظة على نسبة النساء اللي عم بتعنف أزواجهم حتى وصلت هالنسبة لغاية 22% العنف يولد عنف إجمالاً هي قاعدة معروفة العنف يولد عنف من تربى في أسرة فيها عنف سواء كان ذكر أو أنثى سيكون عنيفة والعددات فعلاً ستكون عنيفة المتعارف عليها والعرف جرى بأن المرأة هي ضحية هي الحلقة الأضعاف وإنما تتمرد وتثبت لذاتها بأنها هي لم تعود الحلقة الأضعاف نمط الحياة بالنسبة للمرأة أعطاها هاي القوة الفيسيولوجية بأنها تكون عنيفة وأيضاً الصورة النمطية للمرأة بأنه هي مخلوق ضعيف عمل عندها ردة فعلة عكسية فعن بيعطيها أنه هي تتقبل صورتها الجديدة بأن تكون عنيفة فالتغير اللي عم بيصير في مجتمعاتنا نتيجة وجود أرماق معينة من التمكين المرأة لا يقصد بأن تكون المرأة مجرمة أو أنه يمكنها للإجرام ولكن أعطاها القوة بحيث أصبحت أنه هي متمكنة مادياً وأيضاً متمكنة جسدياً أهم الأسباب اللي بتخلي المرأة تتعرض للعنف ضد الرجل الخيانة المرأة لما زوجها بيخونها تتحس أنه هي طعنت في أموتها فهذا الموضوع بيعمل عندها نوع من ردة الفعل العنيفة شعور المرأة بأنها مهملة من قبل الرجل كثير في عندنا أزواج أو خطيب حتى بيبلش أنه هو بدي يعمل حاله هو يعني المشكلة أنه بصورة نمطية أنه هو بدي يثبت رأيه وهي بدي يثبت رأيها فعملية إثبات الرأي مين بدي يثبت رأيه ومين بدي يثبت أنه هو الأقوى أو هو المسيطر هالسبب تاني من أثبات العنف وحرمانها من بعض حقوقها أيضاً يولد لديها شعور بالضعف شعور بالحرمان شعور بالإهمال هذا الشعور بيولد عندها سلوك أدواني يجب أن يكون هناك برامج هادفة وبرامج علاجية وتأهيلية لهذا النوع من العنف الموجه من الزوجات ضد الأزواج أو ضد الخطيب أو ضد المحيطين قبل أن تصبح سلوكيات متفاقمة أو أنه نشهدها أنه صارت حالة وحالة أنه شائعة بين الأزواج وبين الزوجات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر